تحت رعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم نظمت الوزارة احتفالا كبيرا لتكريم 205 طلاب من الأوائل من خريجية الثانوية العامة والخريجين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمدارس الدمج وعدد من الطلب الذين نفذوا مشروعات متميزة في مجال التعليم الفني والمهني وذلك بصالة الوزارة بمدينة عيسى بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وأولياء أمور الطلبة المكرمين أكد سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي أن الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة المتفوقين والمتميزين تعكس حجم التطور الذي تشهده المسيرة التعليمية المباركة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حيث يعد جلالته الداعم الأول لكل ما من شأنه لارتقاء بالتعليم في جميع مراحله مشيرا إلى أن اهتمام الوزارة المستمر بالاحتفاء بهذه النخبة من الطلبة يأتي للتأكيد على أن مملكة البحرين تفتخر وتعتز بهم وأضاف الوزير أن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال تطوير التعليم قد انعكست على أداء المملكة في التقارير الدولية المختصة ومنها تقرير اليونسكو للتعليم للجميع والذي صنف المملكة ضمن الدول ذات الأداء العالي في هذا المجال إضافة إلى تصنيف المملكة من قبل البنك الدولي في المركز الأول عربيا والسابع والأربعين عالميا في مؤشر رأس المال البشري والحصول على أعلى نسبة تقدم في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم تيمس في دورتها للعام 2015 بواقع 45 درجة معيارية وغيرها من الإنجازات المشرفة مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الخطط التطويرية وفقا لدراسات علمية ترصد احتياجات الميدان التربوي هذا اليوم من الأيام السعيدة في وطن المملكة البحرين باعتبار أن تم تكريم عدد من الطلبة المتميزين في مختلف التخصصات لا شك أن زيادة هؤلاء الطلبة من عاما إلى آخر يؤكد التقدم الكبير الذي تشهده مسيرة التعليم في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وزارة التربية والتعليم مستمرة في تقديم مشاريع تطويرية تشمل كافة المراحل التعليمية إمانا تاما بهمية التعليم ودوره الكبير في المسيرة التنموية وقد عبر الطلبة المكرمون عن شكرهم لوزارة التربية على هذه اللفتة الكريمة بالاحتفاء بهم معربين عن الاعتزاز بالرعاية الكريمة للمسيرة التعليمية من قبل جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد مشيدين بما قدمته الوزارة من خدمة تعليمية متطورة ونتائجها المشرفة في التقارير والاختبارات الدولية أنا اليوم جدا سعيدة بموافقني الضائلة أن أصل إليه من نجاح وتمييز والشكر منصول إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصعادة وزير التربية والتعليم الدكتور موجد بن علي النعيمي ووزارة التربية والتعليم على جميع الدعم الذي قدمه لي على طيلة سنين الدراسية شعور الحمد لله بايد مستانس وأشكر جلالة الملك والطيور الحكيمة وزير التربية والتعليم على الدعم الذي يقدمونه طميمة الكبر من هذا أتمنى خلص زرست الجامعية وأخدم وطني في أي مكان سواء في البحرين أو خارج البحر طبعا الشكل موصولي لكل قائمين على هذا النجاح العظيم وشكل موصولي لزارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دكتور موجد بن علي النعيمي ووزير التربية والتعليم على الكل الذي قدمونه لنا طلموته لي الشراف اليوم أنني أفتخر بنفسي على الإنجازات والتحديات التي واجهتها وتحديتها في المستقبل وإن شاء الله أتمنى أوصل حق الطموح الذي أتمنىه إن شاء الله في المستقبل الشكر موصولي لجلالة الملك المفدح فضه الله ورعاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة على دعمها إلى طالبة دول همام في جميع الأنشطة في مملكة البحرين في الداخل والخارج أشكر صعب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على كل المقدم اللي قدمينه في مجال التعليم والدراسة وهو اللي يعني فضل كوصلنا إلى الدرجة للمرحلة بالتعليم وإن شاء الله نوصل لأعلى المراتب البحرين وإن شاء الله من عجل الوطن بعدها تم توزيع شهادات التقدير بدءا بالخريجين من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ عددهم تسعة وثلاثون طالبا وطالبة وفي مقدمتهم الطالب محمود خمدا الذي يعد أول بحريني يحصل على المركز الأول في مدارس التربية الخاصة بالكويت بمعدل سبعة وتسعين بالمئة متفوقا على طلبة عدد من الدول الخليجية ثم تم تكريم أوائل الثانوية وعددهم مائة وثلاثة وأربعون طالبا وطالبة إلى جانب الطلبة أصحاب المشروعات الفنية والمهنية المتميزة من كل من معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا ومعهد البحرين للتدريب والبالغ عددهم ثلاثة وعشرون طالبا وطالبة ترجمة نانسي قنقر